دكتور ريهام التنمية الاجتماعية طبعا أكيد حضرتك من أهدافك أن يحصل نموه اجتماعي بشكل سوي في الأسر المصرية إيه رأيك في عقوبات السجن؟ هل حضرتك شايفة أن ده ممكن يبقى مفيد للأسرة لو مثلا هو امتنع عن الانفاق لو هو تجوز بأخرى وفعلا الزوجة خدت عليه أحكام بالسجن؟ طيب بوسي السجن كلمة قاسية جدا خاصة في أسرة في النهاية هي هتفضل الأم والأطفال هيتفعه التمنى وهو هيتضل الأب يعني لو عنده بنت في يوم الأيام جالها عريس هيروح يخطوبها منه فلما أنا أزوج أبو أولادي أكيد لازم يكون الفعل مجرم يعني حاجة كبيرة طيب هل إحنا في مصر وصلنا للمستوى ده أنه فعلا يستحقه للأسف الشديد للأسف الشديد الرجال مش هنقول طبعا مش كل نقم إحنا ما نقدرش نعمى من القاعدة لكن فيه نسبة كبيرة جدا من اللي بيطلقوا زوجتهم بيتنصلوا من الالتزامات الأساسية نحية أولادهم يعني حضرتك بيختفي أو بيقدم للمحكمة تقرير غير حقيقي بدخله بيتواطق مع بعض الناس اللي ممكن تبقى بتوصله المحاضر أو 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 لأن هم ما يحضرش أو ما يعلنش فالمأساب دي مأساة بتقع على مين؟ بتقع على المرأة بتقع على السيدة اللي بتتبهد الجوة المحكمة علشان تقدر تجيب نفقة تأكل بيها الطفل ده طيب افرد هي ما بتشتغلش وأحيانا كتير تكون متعلمة لكن هو اشترت عليها ما تشتغلش أو ما قدرتش تلاقي شغل طيب إيه بقى شكل الدخل اللي ممكن تنفق بيها على طفل تعالجوا إزاي تأكلوا إزاي تشربوا إزاي فهنا عقوبة الحفص ذكرت للردع يعني علشان يبقى فيه رادع لأن المتهربين والمشاكل اللي تسبب فيها التهرب ده كانت كرسية بالنسبة للأطفال وإحنا كمان كنا بنشوف الفترة الأخيرة التحيولات على القوانين يعني إن فعلا الزوج ممكن يبقى معه فلوس ومستوى كويس وعنده أملاك وما بيصرفش على أولاده وبيقدم فعلا تقارير يعني طيب إيه رأي حضرتك بقى إنه كمان إضافة لده إن أنا أبقى مطلقها وما ثبتش الطلق اللي هو حضرتك بتتكلمها على الطلق الشفوي الطلق الشفوي وكمان أتعدى عليها بالضرب وكمان ممكن يعني فحلات كتير بسا بنقش وأعتقد قانون الدرب بالضبط يعني فيه بصي حضرتك كم من السيدات بيتعرضنا للعنف الأسر اللي بيأثر بالسلب جدا على نفسية الطفل بيطلع طفل جرسوي وحضرتك بتتكلمي عن التنمية الاجتماعية إزاي أقدم للمجتمع طفل سوي عنده انتماء لبلده إذا كما كانش عنده انتماء لأسرته صح وأعتقد إن لو حصلت حالات سجن في يعني لحالة أو اتنين المجتمع هيتطعز يعني هيقل العنف هيقل إن هو بينفق هيقل التزوير بس بصي حضرتك فيه نقطة برضو مهمة لازم ناخد بالنا منها إن سواء العنف أو الحبس بيسبب نوع من الشقاق بين الأم وأسرتها وبين الأب ما هو الواحد بقى يا دكتور هنا بقى في الحضانة بقى المرأة لما دلوقتي أبو أولادها يوصلها مرحلة إن هي شمعها داخل خالص ممكن تسلك مسلك انحرافي طبعا أو ممكن تمدق دهر الناس ما هو فيه برضو مشكلة كبيرة وحضريك قلتي إن نسبة الطلاق ارتفعت جدا فبالتالي فيه أبناء طلاق بنسبة عالية جدا يعني لو عملنا إحصائية كده نشوف كم طفل ما بيتصرفش عليه ودولة زنبهم إيه وكم طفل بيخرج للعمل ده يستحق السجن بصي حضرتك وبيوصل الله أعلم زوجته الإيه كم طفل بيخرج للعمل في سن الطفولة آه ده برضي من ضمن قوى يعني ده مهدا تعدي تعدي على الطفل بالضبط على القانون اللي هو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة